موسيقى الحمد لله عب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه وعسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد فتتحدث صورة غافر عن بعض مشاهدي يوم القيامة حيث يقول الحق سبحانه وتعالى إن الذين كفروا نادون لمقط الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فأعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل يتمنون العودة إلى الحياة الدنيا ولكن هيهات هيهات ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم نعوذ بالله من الكفر والشرك وإن يشعق به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء عزقا وينزل لكم من السماء عزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كارها الكافعون عافع الضاجات سلعش يلقى الروح من أمره والروح هنا بمعنى الوحي وسمي الوحي روحا لأن القلوب تحيا به كما تحيا الأبدان بالغزاء يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده لينزر يوم التلاق انزار قبل فوات الأواد يوم التلاق يوم أن يلتقي الأولون والآخرون يوم تقارب الزمان من مات من مئات الآلاف أو عشرات الآلاف أو من أي سنوات يلتقي الأولون والآخرون والمؤمنون والكافعون والظالمون والمظلومون يلتقي الجميع في مشهد مهيب بين يدي الله عز وجل لينزر يوم التلاق أي يوم هذا يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لا من الأجسام ولا من الأعمال يوم هم بارزون زرون جميعا وقفون بين يدي الله عز وجل لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لا ملك سوى ملك الله لمن الملك اليوم الجميع مؤمن وقفون وقفون لا يدين إلا لله في هذا اليوم ولا يستطيع أن ينطق بغير ذلك يوم هم بارزون زيرون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا تحريف للكلم ولا للقول ولا أحد يستطيع أن يبدل ولا أن يغير ووضع الكتاب فطاء المجعمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراء ولا يظلم ربك أحدا لا ظلم اليوم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم إلى جانب يوم التلاق وأنذرهم يوم الآذفة سميت القيامة بالآذفة لأنها قريبة أزف الأمر اقترب أزفت الآذفة اقتربت القيامة ليس لها من دون الله كاشفة وأنذرهم يوم الآذفة إذ القلوب لدى الحناجع قاظمين القلوب تكاد تخرج من مكانها تكاد تقتلع كأن الحناجع تحبسها القلوب تكاد تطيع من أماكنها والحناجع تحبسها حبسا وأنذرهم يوم الآذفة إذ القلوب لدى الحناجع قاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ليس للظالم من يدافع من قريب أو صديق ولا تقبل فيه شفاعة بل ييأس ما للظالمين من حميم من قريب أو صديق أو شفيع تسمع شفاعته فيهم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويقول سبحانه على لسان لقمان عليه السلام في وصيته لابنه يا بني إنها إن تكم سقال حبة من خردل فتكم في صخات أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير لمثل هذا فليعمل العاملون نسأل الله السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته